الحقيقة انا اتحكت عليكم في عنوان الفيديو هو مش ازاي تكسب 1500 دولار بس لكن انت ممكن تكسب اكتر من كده بكتير كمان وبالدليل اشوفكم بعد الانترو ازاكا جماعة عامليني الاقبار معاكم محمد زازوء من زاكوركس دوت كوم وزاكوركس دوت اكاديمي اهلا بكم في حلقة جيدة من حلقات زاكتوك الحلقة دي حلوة جدا من حقيقة عشان فيها فلوس بقى ودولارات وحاجات كده وهو اريدكم الكلام ده بالدليل ومن ارباحي كمان على الموقع اللي احنتكلم عنه دلوقتي هو موقع مشهور جدا وهي شبكة انفاتو انا ببيع تيمبلتز من حوالي 8 سنين على شبكة انفاتو خصوصا على فيديو هايف لان فيديو هايف هو الموقع المتخصص في بيع تيمبلتز الفيديوز او الموشن جرافيكس لكن انت لو مسامم جرافيكس عادي او بتعمل فيكتور او بترسم او بتعمل براندينج او لوجوز او حتى بتساوند ديزاين او ممكن كمان فوتوجرافور او حتى ياخي لو بتصور ستوك فوتج او بتصور كل يوم في الشارع ممكن تحقق ارباح اكتر من 1500 دولار بكتير واللي عايز اقول لكم عليه ان انا مش ببيع على فيديو هايف بشكل مستمر بالعكس انا موقف الكلام ده بقالي تقريبا 6 سنين اشتغلت تقريبا سنة او سنة ونص في فيديو هايف حققتي فيهم ارباح تقريبا 1800 دولار والكلام ده حصل مش في فترة كبيرة في 6 شهور او في 8 شهور ومن 6 تيمبلتز فقط لغير فما بالك بقى لو عملت اكتر من 6 بس انا الموضوع بصراحة ما كانش في 200 غير ان شغل البرودكشن كان بالنسبة لي اهم او ان انا اشتغل في شركات معنى انك بتعمل تيمبلت معنى كده انك وصلت المرحلة معينة في شغلك ان محدش انفع يعدل عليك تقريبا يعني وده لان الرولز او الكوانين بتاعت موقع انفاتو خصوصا فيديو هايف صارمة جدا لدرجة انك لو انت مثلا نسيت تسمي فايل لو خليته untitled اذا ما بيطلع من فوتوشوب هيدو لك soft rejected او رفض لين يقول لك فيه ياريت تسمي الاسامي او تسمي كل فايل باسمه فالموضوع مش بسيط برضو يعني خلونا نكون صراحة مع بعض مينفعش تكسب مبلغ محترم زي ده الا لو كنت بتشتغل صح قوي لان كل شيء اللي مقابل ولو تعبت هتلاقي دي قوانين الحياة تعال بقى نبص بص على البروفايل بتاعي في شبكة انفاتو لو جينا هنا عند البروفايل بتاعي وجبت اليرنينجز مثلا او الارباح وادوص عليها كسبت تقريبا 1792 دولار يعني تقريبا 1800 دولار لكن للأسف ان المبلغ ده كله صرفته على المزيكة لان انا بحتاج المزيكة دايما في شغلي فعلشان كده بضطر ان انا اشتري تراكس مزيكة كتير جدا عشان شبكة انفاتو بتديك مزيكة مرخصة بيبقى معاك رخصة انك تقدر تنشر المزيكة دي في اي مكان سواء بتعمل بودكاست او بتعمل اعلان في التلفزيون او حتى بتعمل فيديوز على اليوتيوب فمهم جدا ان المزيكة اللي تستخدمها تكون مرخصة عشان متعملش سترايك على الفيديوز بتاعتك ويبقى شاكلك زي الزفت قدام العميل بتاعتك فما تبخلش على نفسك خصوصا ان التراكس بتاعت المزيكة مش غالية اوة على شبكة انفاتو وهما كمان عملوا نظام جديد اليوين دول انك تقدر تدفع شهريا تقريبا 16 دولار ونص لو انت بتحتاج مزيكة كتير او ستوك كتير فتقدر تدفع المبلغ ده فمقابل انك تاخد عدد من التحملات لا نهائي من الفايلز والستوك فوتج وتراكس المزيكة والصور وكل حاجة حتى كمان بيبيعوا 3D موديلز وحاجات كده تخص المجال بتاعت 3D وهتلاقوا هنا ان انا حققت سيلز 94 بس والكلام ده تقريبا في 6 شهور او في سنة وكمان واخد ريت هناك 5 نجوم يعني كان شغل زي الفول برضو وكن ممكن اعمل اكتر من كده لكن انا وقفت الحقيقة شغل في تيمبلتس لكن النوعية دي من الشغل انك تبيع تيمبلتس بجد ممكن تحقلك مصدر دخل ومصدر رزق كبير جدا خصوصا لو انت واثنين صحابك مصممين جرافيكس او واحد مصور واحد بتاع فيديو واحد بتاع مزيكة مثلا تممكن تعملوا شركة من البيت وتبيعوا تيمبلتس وتحققوا ملايين حرفيا وطبعا لو انت ووب ديزاينر او بتاع كودينج او بتاع بالمرمجة او حتى بتديفولب الديمس بتاعة الورد بريس ليك فرصة عظيمة جدا على موقع ذيم فورست اللي برضو طبع شبكة انفاتو عايز اقول لكم بجد ان فيه ناس بتعمل ملايين كانوا بيحتفلوا من اسبوع واحد حقق خمسة مليون دولار ربح تمتخيلين رقم فالف وسبعمائة دولار او الف وثمانمائة دولار انا عملتهم دول ولا حاجة خصوصا انا موقف شغل بقى لي ست سنين لكن الميزة في الموقع ده انه بيديك الفرصة انك كل يوم ارباحك بتزيد لكن مهمة قوي انك تستمر في الشغل معهم علشان يريكمندوا شغلك للعمل اللي هم بيشتروا زي بالزبط اي حاجة في الدنيا سواء على الفيسبوك او اليوتيوب لازم الاستمرارية علشان تقدر تضمن انك تحقق ربح او دخل دي التمبلتس اللي انا بباعها هناك هما ستة بس مش اكتر لكن كنت بحاول اطلع افكار جديدة تماما في كل التمبلت من دول يعني كل التمبلت من دول كان بياخد وقت في التفكير والتنفيذ وفي الكونسبت كمان وتقريبا كان بياخد مني على الافتر افكتس حوالي اسبوع شغل او ممكن اقل من كده كمان لو مسكنا مثلا مجال الفوتوغرافي او مجال التصوير تعالوا نشوف كده ارباح المصورين على الموقع ده قدي تعالوا نكتب في السيرش كده مثلا ونشوف كده صور الاسود هتطلع عاملة ازاي ونيجي هنا عند البيست سيلرز نشوف ايه اعلى النبيعات او الارباح اللي اتحققت في صور اللايونز دي تعالوا نمسك صورة زي دي مثلا هنلاقي ان الصورة دي بتلاتة دولار او دوسنا على البروفايل هنلاقي ان هي ريزولوشن 2000 في 2000 وده مش كتير على فكرة هننزل تحت للاقيها ان هي حققت 35 سيل يعني بحسبة بسيطة هنلاقي ان 3 دولار في 35 في 16.5 مثلا 1700 جنيه في الصورة دي وطول ما انت بتصور طول ما الموقع بيعمل لك ريكمنديشن للعملة بتوعه ولو البروفايل بتاعك تقيل في الموقع او مليان شغل الموقع بيبعت ايميلز لكل العملة بتوعه او للايميل لست بتاعتهم تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي بتحقق ملايين الارباح في شبكة انفاتو هنخش مثلا على الكود وندخل مثلا على الورد بريس وليكن مثلا هختار ادفتايزنج هنلاقي ان تمبلت زي ده انا اخترت عشوائي بتسعة وعشرين دولار ومحقق 8200 سيل ما تيجنوا حسابها كده 8200 في 29 دولار يعني 237 ألف دولار في 16.5 يعني 16.5 جنيه يعني 3.900.000 4 مليون جنيه في تمبلت واحد بس فلكم انت تخيلوا لو انت وبديزاينر فانت فرصتك عظيمة جدا انك تبقى مليونير في ظرف سنة ولا اتنين ده غير كمان ان الوب سايت مفتوح 24 ساعة و7 ايام في الأسبوع يعني كل يوم في مبيعات وكل يوم في أرباح وبصراحة أنا أنصح جدا بالموقع ده أحسن كمان من موقع أبورك أو فريلانسر شبكة انفاتو انت عامل بالزبط زي أكنك فاتح فاترينة عندهم بتحط منتجاتك وبتتبيع وهم عندهم نظامين انت ممكن تبقى إكسيكلوسيف يعني مش بيتبيع غير عندهم بس أو ممكن تبقى إليت بمعنى انك ممكن تبيع في أكتر من موقع بيقدموا نفس الخدمة بتاعة بيئة تيمبلتس وبالشكل ده لو كنت إليت انت تقدر تحقق الأرباح بتاعتك من كذا موقع لكن الموضوع ده بيفرق في النسبة اللي بياخدها الموقع بتاع انفاتو يعني لو انت إكسيكلوسيف فالموقع تقريبا مش هياخد غير 40 أو 50% مش متذكر بالزبط النسبة فريد تخش بتقرب نفسك الرز بتاعتهم وموضوع النسب وموضوع الفلوس والحاجات دي لاني مش متذكر أولي اني بقى لي 6 سنين تقريبا مش ببيع على الويب سايت لكن بقى لو انت إليت أو بتبيع في كذا مكان فالنسبة بتاعت شبكة انفاتو بتزيد شوية يعني ممكن ياخدوا منك 70% على الحاجة تعالوا بقى نتكلم في أهم نقطة انت إزاي هتاخد فلوسك من شبكة انفاتو خصوصا ان الناس بتعبارة دول كل مشاكلنا معاهم انهم بيستخدموا بيبال أو بيستخدموا طرق احنا أصلا بابنعرفش نسحب فلوسنا بيها يعني لو دخلنا مثلا هنا على البياوت أو ان انت عايز تسحب يعني فلوس هندوس على سات اكاونت هتلاقي ان عندك 3 طرق عشان تسحب بيهم فلوسك البيبال طبعا وده صعب جدا البيونير وده يعني سهل شوية والسوفت وهو ده اللي أنا عايز أتكلم عليه أو أركز عليه السوفت ده يعني هو هيحول لفلوسك على حسابك في البنك ودي يمكن أسهل طريقة انك تاخد بها فلوسك يعني لو دوسنا عليها هيقولك انك تكتب الفول نيم بتاعك والبنك اكاونت هولدر وكل المعلومات بتاعتك والسوفت كود طبعا وده تقدر تاخده من البنك بتاعك أو ممكن حتى لو دورت على جوجل على السوفت كود هتلاقيه بسهولة جدا لكن مشكلة الطريقة دي الوحيدة انك لازم تكون معدي ال500 دولار وبايونير برضو طريقة كويسة جدا سهلة جدا برضو لو انت عندك حساب في البنك ممكن تربطهم هما الاتنمى بعض وفيه طرق على الانترنت وعلى اليوتيوب كتير قوي بتشرح الموضوع ده البيبال بقى يعني ربنا معي ان شاء الله وربنا يكرمنا كده ونعرف نفعله ايه من الاخر بقى علشان نستفيد من الحلقة دي لو انت مصمم جرافيكس بتعمل براندينج او لوجوز او ادفرتايزنج او موكبس حتى لو انت راجل بتاع 3D بتعمل مودلينج لو انت مصور فوتوغرافيا او حتى بتصور فيديو ولو انت طبعا موشن جرافيك ديزاينر او لو ويب ديزاينر وبتعمل كودينج او ديفولمينج او برو جرامينج او بتصمم مزيكة وشغال في مجال الساوند ديزاين فانت ليك فرصة كويسة جدا انك تبيه على شبكة انفاتو وتحقق ارباح محترمة لكن لازم تعرف اكتر من نقطة هيساعدوك انك تحقق ارباح عالي على شبكة انفاتو اولا ان شغلك يكون اوريجنال او انت اللي عامله من دماغك ثانيا انك تحافظ على الرولز او القوانين اللي شبكة انفاتو هتديها لك عندهم كمية مقالات لازم تقراها عشان تعدي كمان الامتحان بتاعهم لو قريت الحاجات دي كلها وقدرت تتحقق القوانين او الرولز او الشروط اللي بيحطها لك في الموقع فصدقني انت ليك مستقبل هيل جدا على الشبكة دي وهتحقق فعلا ارباح انت ما كنتش متخيلة ابدا في حياتك لك ان تتخيل ان هم فعلا كل شهر او كل اسبوع بيحتفلوا بمليونير جديد في الموقع ده ومليونير مليون دولار يعني مش مليون جنيه ولا حاجة مليون دولار 18 مليون جنيه انتم مضخيلين الرقم يعني فعلى فكرة فيه ناس عرب كتير بتبيع على شبكة انفاتو وبرضه بيميل فلوس بس مش ههول اسميهم منعرفهم شخص شخص على فكرة بس مش ههول اسميهم خالص يعني وبكده تكون حلقة النهاردة عمدوا الله خلصة على خير وتنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير علشان يجب لكم طرق تانية تكسبوا منها فلوس كان معاكم محمد زازوء من zackworks.com وزاقworks.academy والسلام عليكم اشتركوا في القناة